اشتركوا في القناة كده كده هتموت في استاد الكورة في موقف عربيات في الطريق في كل حتة هتموت لكن الازمة انه دايما بيكون فيه مساحات للتضليل لاخفاء الحقيقة لمحاكمة ناس بعينها علشان يشيلوا الليلة وخلاص والمسؤول الاول ما بيتحسبش والمسؤول الاول هو عبدالفتاح السيسي مش وزير النقل وزير النقل شريك في الجريمة وليس المسؤول الاول مش السواق مش موظف المحطة المسؤول هو اللي رفض تطوير السكة الحديد هو اللي اهضر الملايين في مشروعات ملهاش اي فايدة في اوهام واحلام شخصية اي مسؤولية لا تقع على عبدالفتاح السيسي هي مسؤولية هامشية الوحيد اللي المفروض يتحاسب على اهدار اموال الدولة وانعدام التخطيط والتطوير اللي كان نتيجة البديهية مئات الضحايا في كوارث مختلفة اخرها محطة مصر هو السيسي للأسف وجودنا كمواطنين امنين مسالمين هو عال على مصر وموتنا من الاهمال بقى فضيحة للدولة والدفاع ضد حبسنا اهانة للقضاء وحمايتنا هو تهديد للجيش والشرطة وعشتنا استنزاف للموارد والمطالبة بحقوقنا احراج للرئيس والمؤسسات وشكوتنا بقت بس اشاعات مغرضة وقعدتنا على القهوة تكدير السلم العام وحريتنا اساءة دائمة للقيم والاخلاق وهجرتنا او هربنا نكران للجميل وانعدام للوطنية واعمار شبابنا مجندين او معتقلين ضريبة الحرب على الارهاب وجهلنا عبء على المستقبل ووعينا خطر على الامن القومي المصري موسيقى